السلام عليكم مكمل غدائي Digestive Enzymes Ultra هو مكمل غدائي من بين المكملات التي تساعد على الهضم يحتوي على عدة أنظيمات ضرورية جدا لهضم المواد والمأكولات التي يتناولها الإنسان من بين هذه الأنظيمات الأميلاز، البروتياز، اللاكتياز، الليباز، البيتاكليكاناز، الأنفيرتاز، السيلولاز، الألفا جالاكتوزيداز والفيتاز ماذا تفعل هذه الأنظيمات حين يتناولها الإنسان؟ هذه الأنظيمات تتوفر في هذا المكمل الغدائي كما وأن بعضها يتوفر عند الإنسان أصلاً يعني في جسمه يفرز هذه الأنظيمات لهدم الطعام ولكن بعض الناس بسبب أمراض معينة وبسبب طروف بيئية معينة يتكاسل جسمهم أو لا يقدر على إنتاج هذه الأنظيمات بمرة ماذا تفعل هذه الأنظيمات التي ذكرناها؟ مثلاً أنظيم آميلاز أو الذي يسمى أيضاً ساكاريداز تفرزه الغدة اللعابية وغدة البانكرياس وذلك لهضم السكريات يعني هو أنظيم يفرزه الجسم طبيعياً البروتياز أو كما يسمى البيبتيديز وهو أنظيم يقوم بتقسيم البروتينات إلى أحماض أمينية تنتجه المعدة والأمعاء والبانكرياس اللاكتيز وهو أنظيم تنتجه خلايا المعي الدقيق وذلك لهدم سكر اللاكتوز وهو سكر الحليب إلى غليكوز وغالكتوز هذا الأنظيم يقول الخبراء بأنه يتناقص عند الناس في العالم كله وتقريباً 30% فقط لا زالوا يحملون هذا الأنظيم في أجسامهم أنظيم الليباز يفرزه فم المعدة والبانكرياس وهو أنظيم هام جداً لهدم الدهون الثلاثية إلى غليسيرول وأحماض دهنية حرة أنظيم البيتا غليكانيز هو أنظيم ضروري لهدم الغليكانز أنظيم الانفيرتيز هو أنظيم تنتجه الفواكه وأمعاء الإنسان هذا الأنظيم انفيرتيز هو الذي يحول النكتار إلى عسل عند النحل فأيضاً النحل ينتج هذا الأنظيم انفيرتيز بحيث يقوم هذا الأنظيم انفيرتيز بتحويل السكر أو كما يسمى الساكاروز إلى غليكوز وفريكتوز أنظيم السيلوليز وهو أنظيم معروف جداً عند النباتات لا يصنعه الإنسان بل ينتجه النبات لحماية نفسه من الأعداء والحشرات هذا الأنظيم إذا تناوله الإنسان فإنه يساعده على هدم السيلولوز وهي ألياب النبات بما أنها غير قابلة للهضم بكلية فالإنسان محتاج جداً لهذا الأنظيم سيلوليز لهدم هذه الألياف النباتية كما قلنا هي غير قابلة للهضم ولكنها تساعد في وظيفة جيدة للأنعاء بحيث تقلل وقت بقاء البراز في جدار القولون وبهذا تحمي من سرطان القولون كما أن الأشخاص الذين لا يتناولون أغذية فيها سيلولوز قد يصابون بالإنساك ولهذا نجد النصائح الطبية بضرورة تناول الخضر لأنها تحتوي على ألياف مهمة جداً لحركة الأمعاء والوقاية من الإنساك وأخيراً أنظيم الفيتايز وهو أنظيم يهدم حمض الفيتيك أو كما يسمى الفيتات يهدمه إلى مادتين أساسيتين هما الإنوسيتول والفوسفوريكاسيد يعني حمض الفوسفور هذا الأنظيم الفيتايز يتم تنشيطه بالحمود التي ينتجها التخمير البطيء بالخميرة العضوية الطبيعية أو كما يسمى عندنا في المغرب بالخميرة البلدية إذن كما ترون هناك عدة أنزيمات ينتجها الإنسان وبعضها لا يستطيع الإنسان إنتاجه وهذه المكملات الغذائية التي تحتوي على هذه التركيبة الأنظيمية تساعد في هضم جيد للمأكولات ومساعدة الشخص المصاب بعسر الهضم وتثاقل الهضم أن يستفيد من أكله دون آلام وأوجاع ما بعد هضم الطعام بالنسبة للجرعة يفضل أخذ حبتين مع كل وجبة خصوصاً للوجبات الكبيرة إلى غاية الحصول على نتائج مرضية شكراً جزيلاً على المتابعة نلتقيكم في فيديو آخر ودواء آخر إن شاء الله منا ألف سلام